خلينا ناخد الخبر أو خلينا ناخد الموضوع من بدايته فعليا هي زيادة عدد السكان لتسعة فاصلة اثنين مليون اعتقد أو هيك شيء تسعة فاصلة واحد واحد فاصل ستة تسعة فاصلة واحد كذا يعني إلى حد ما يصل إلى الاثنين فهذا إشارة على أن فعليا النمسا فعليا هي تزداد من خلال الأجانب من خلال اللاجئين الذين يأتون إليهم من خلال الهجرة المنتظمة يعني بشكل أو بآخر إن كانت الهجرة المشروعة أو الغير مشروعة التي تأتي إلى النمسا فنلاحظ يعني النمسا تتحول ديمغرافيا يعني ما هو شكل التكوين الديمغرافيا للنمسا بعد عشرين وثلاثين عام يعني إلا ربما ستصبح الأجانب فعليا هم الأغلبية خاصة مع الحالة النمساوية من هم المواطنون الأصليون يعني فعليا تلاحظ فعليا نوع من تراجع في أعدادهم يضاف على ذلك منح الجنسية لعشرين ألف شخص والغالبية كانوا سوريين يعني بصراحة هذا أنا بهنيهم صراحة للسوريين لأنه فعلا اللي بيحصل على الجنسية النمساوية بدأ يكون موجد جدا وفعلا يعني عم يطعب جدا لحتى قدر يحصل على الجنسية لأنه الجنسية من الأمور الصعبة الجنسية النمساوية من أصعب الجنسيات من الاتحاد الأوروبي وهذا شيء موجود يعني ضمن الأحصاءات والتقارير اللي احنا بنشرها تباعا كل فترة والتانية ولو جي اليمين في الحكم هيتكون أصعب ممكن يصير أصعب ممكن لا لأنه بذكر حكينا قبل بأسبوعين يمكن بهذا الموضوع وقالنا أنه كمان يمكن يتم استيراد تسهيل الجنسية من ألمانيا كما استوردوا الأربعين يورو اللي منحوها للناجئين اللي عبوا الأخبار فيها الأسبوع الفات وزير الداخلية بزيارات مكوكية ما بين وزيرة داخلية بافاريا وغيرة وسوزانة راب وكل خيارات مكوكية على أربعين يورو للشهر تخيل عمد خانوا على أربعين يورو المهم ولكن عندما يأتي السيد كارني هامر المستشار أنه بساوي ويقول يجب على من يريد أن يحصل على الجنسية أن شو؟ أن يوافق؟ أن يعترف يعترف بالديمقراطية والاعترف بغيسرائيل طيب الديمقراطية شي طبيع بده يعترف فيها أما الاعتراف بإسرائيل أو بغير إسرائيل الاعتراف بإسرائيل بصراحة أو غير إسرائيل نحن بشان ما نحدد هذا شيء مخالف للدستور مخالف للدستور أنه بساوي لا يوجد بأي جنسية بلد الاعتراف بدولة ما طب بركي بدنا نعتبر نتعرف نحن طب بركي أنا جنوب الصومال لسه ما أترفت فيه أو جنوب السودان آسف ما أترفت فيه هل فيني أحطه بجانب الاعتراف أنا عم بوقع على حظول الجنسية أنه بساوي إسرائيل وجنوب السودان والموزمبيق وجنوب إفريقيا طب بركي أنا أمريكا ما يجعب علي أعترف فيها مثلا هل بيمشي الحال أخذ جنسية هذا شيء مخالف دستور يعني يا سيدي الكريم وأي شخص وأي شخص بيتعرض لتمييز من هذا النوع بغض النظر أحنا بشان نكون واضحين إسرائيل أو غيرها بإمكانه يلجأ للمحاكم المحاكم المحلية أو للمحاكم الدستورية هذا شيء مخالف دي محاكم حول إنسان هذا شيء مخالف للدستور وغير وغير وعبارة عن عبارة عن تعبئة إعلامية بصراحة ليس إلا وما بتخيل في حدا حصل على الجنسية النمساوية الولادة بتعترف بهذه الدولة طب كيف النص أنا على إيصال لا 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 يوجد هذا أصدي هذا أصدي حتى بعدين كيف بدون يعملوا بدون يعملوا الجمهورية الاتحادية النمساوية والاعتراف بإسرائيل يعني بصراحة هذا ليس أكثر من تعبئة إعلامية وما حدا يتخوف من هذا التصرف أو غيره يعني أنا هون مش هنحن نكون دقيقين لأنه أنت النمسا جزء من المنظومة الدولية جزء من الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل ما فيها كثير من الدول اللي تعجبنا واللي ما تعجبنا فالنمسا جزء من هذه المنظومة فأنت أوتوماتيكية لما تحصل على جنسية النمسا أنت موافع على كل هالدول أنت موافع على كل ما اعترفت فيه النمسا لأنك أنت صرت معك وثيقة من النمسا هذا الشيء صراحة يعني ليس أكثر من شوء إعلامي يحاول السيد نيهامر والسيدة سوزانة راب وزيرة الاندماج يعني أن تقوله